بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل جعل الجنة في طاعته والنار في معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل وصحبه أجمعين من تعاليم ألواح النبي موسى عليه السلام يقول الله عز وجل لبني آدم عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يجمع المال وعجبت لمن أيقن بالزوال الدنيا كيف يطمئن إليها وعجبت لمن اشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه وعجبت لمن يعلم أنه يموت ويدخل القبر وحده ويحاسب وحده كيف يستأنس بالناس أيها المسلمون الفضلاء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا من أحد إلا وهو ينشد الحياة الطيبة ينشد حياة السعادة والأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسعة الرزق فتعالوا بنا معاشر المسلمين اليوم لنتعرف عن الحياة الطيبة بمعناها الحقيقي أين تكون وكيف نحصلها وكيف نحققها يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نعم أيها المسلمون الأبرار كلنا قرأ هذه الآية الكريمة أو سمعها ولكن هل يا ترى سألت نفسك أيها المسلمون الكريم عن حقيقة هذه الحياة الطيبة كيف تكون قال سيدنا علي كرم الله وجهه الحياة الطيبة هي القناعة فهذا أطيب عيش الدنيا كان رضي الله عنه يعرض عن زهرة الحياة الدنيا ومتعها يكون في الشتاء يرتعد من البرد وعلى جسمه توب صيفي لا يملك سواه وتحت عمرته بيت مال المسلمين هذا المثل هو حصيلة الرقابة الإيمانية التي تحلى بها أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه فكان من الخالدين نعم أيها المسلمون الأبرار قد يمتلك الإنسان الأموال الطائلة وقد يمتلك الجاه ويمتلك الوجاهة ومع ذلك ربما يعيش شقيا تعسا ربما يعيش حزينا لا يتذوق طعم الحياة الطيبة ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبدون الرضا والقناعة لن تسعد بأي شيء وستظل متطلعا إلى كل شيء وإلى تحقيق أي شيء ولو بالكسب الحرام أما بالرضا والقناعة ستسعد بأقل أي شيء يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحياة الطيبة هي السعادة نعم يا أمة رسول الله يبحث كل إنسان بكل ما أوتي من قوة عن السعادة فهل السعادة مال وفير وقناطر مقنطرة من الذهب والفطة هل السعادة منصب يرفع العبد على الناس هل السعادة صحة الجسم فلا يمرض ولا يجوع ولا ييأس لقد طلب السعادة أقوام من طرق منحرفة فكانت هذه الطرق سببا لضمارهم وهلاكهم فأين السعادة معاشر المسلمين أين توجد لمن يبحث عنها أين مكانها ومن الذي أتى بالسعادة وأدخلها القلوب إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة الإيمان والعمل الصالح وجد السعادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يطوق في الغار بسيوف الكفر ويرى الموت رأي العين ثم يلتفت إلى الصديق رضي الله عنه ويقول مطمئنا لا تحزن إن الله معنا فيا أمة رسول الله من أراد السعادة فليلتمسها في بيوت الله من أراد السعادة فليلتمسها في تلاوة كتاب الله وذكر الله سبحانه وتعالى وفي اتباع طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذنا بقلة صبرنا وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة وأعنا على الدين بالامتتال والطاعة يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائل المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين